تحدثت على الثورة والثروة الثانية الآن تعرف الثروة بشكل عام هو تراكم نقول بين ضياع والاندثار نحن نحدد المفاهيم بعدها ندخل الثروة هي كما تعرف هو تراكم من موجودات مادية ملموسة وموجودات غير ملموسة وغير ملموسة نقصد الثروة البشرية يعني المهارات، الخبرات، كل أنواع ما يهتم بتنمية البشر والإنسان هذه الثروة البشرية ورأس المال البشري مقابل أكل أسماء المادي فإذا تجمع ثروتين تطلع للأمة العراقية هناك ما يسمى يعني وث بلانشيت هناك موازنة الثروة العراقية بهالمعنى هذا هذه الثروة كبيرة طبعا ثروة كبيرة بالتأكيد يعني على سبيل المثال العراق بالثروات المادية خلاتش الطبيعية يعتبر رقم تسعة بالعالم بكل أرضية